كما ترأست مؤخرا وزيرة الصحة العامة إنجر باتنا كرميل سوكاد فعاليات الانطلاق الرسمية لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة المرحلة الثانية وذلك بمدينة أمتيمان حاضرة إقليم السلامات وبحضور العديد من شركاء التنمية والمنظمات الغير حكومية محمد حسن آدم متابعة لحملات التطعيم ضد مرض الحصبة المرحلة الأولى والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في نوفمبر للعام الماضي 2016 وتواصلت النشاطات تعلي البحث عن الاستراتيجية الوطنية للتخلص من الحصبة بحلول العام 2020 حيث انتلقت رسميا بمدينة أمتيمان المرحلة الثانية لحملة التطعيم وذلك لصالح الأطفال من سن الستة عشهر الأولى للولادة وحتى الخمس سنوات حاكم إقليم السلامات محمد زين الحاج يحيى في كلمته الترحيبية أشاد بدور وزارة الصحة وشركائها في التنمية على الجهود الجبارة والمتواصلة لمكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور جانبوس كوند أشار في حديثه بأن مرض الحصبة يؤد من الأمراض الخطيرة وعليه يجب تضافر الجهود وبزل المزيد من العمل وتكسيف الحملات الموسعة من عجل القضاء على هذا الوباء الفتاك وزيرة الصحة العامة غربتنا كرميل سوكاتة من ناحيتها طلبت من سكان مدينة أم التيمانة لأسيما أمهات الأطفال بضرورة الاهتمام بالنظافة وتطئيم الأطفال حديثية الولادة في نفس السياق فقد أقدت الوزيرة لقاع عمل مع الإداريين والشيوق التقليديين وجمعيات المجتمع المدني والتجمعات النسائية بحدث تقييم الحالة الصحية بالإقليم وكذا توعية سكان أم التيمانة حول الوقاية من الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي الذي انتشر مؤخرا في الإقليم